بعد شد وجذب بخصوص مستقبل الناخب الوطني السابق وحد حالي لوزيج رفع الستار أخيرا عن بداية مغامرة جديدة للبوسني الذي وصل إلى مطار سطنبول التركي يوم الأحد قادما من العاصمة الفرنسية باريس البوسني حل بالأراضي التركية وسط استقبال حافل من الأتراك خاصة أنصار نادي تربزون سبورس على اعتبار أنه اتفق على تدريب هذا النادي رئيس تربزون إبراهيم هاسيومانوغلو كان على رأس المرحبين بالبوسني عين أكد اتفاقه مع حالي لوزيج بالقول إن فريقه قطع مشوارا كبيرا لضم المدرب القدير وهذا منذ أيام خالت وهو الذي حظي باهتمام العديد من الأندية والمنتخبات الكبرى التي رغبت في ضمه مسبقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة